سارعي للمجد والعليا مجدي لخالف السماء وانفع الخفاق أفضر يحمل النور المصطر رددي الله أكبر يا موطني موطني عشت بطر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن أخواني الطلاب وحواتي الطالبات ما يخفى عليكم فائدة تمرين رياضية لتنشيط الدورة الدموية وللمساعدة للتفكير والاستيعاب نبدأ التمرين الأول تراين أمام الصدر تمرين تدي تراين في الوصف فتح القدمين لف الجذع لليمين أربعة عدات ولليسار أربعة عدات تمرين مع بعض تمرين ابتدي واحد اتنين ثلاث أربعة واحد، اثنين، ثلاث، أربع من الوقوف تمرين أمام، جم، أمام، تحت نبدأ التمرين مع بعض واحد، ثلاث، أربع امام، جم، أمام، تحت واحد، ني، ثلاث، أربع واحد، ني، ثلاث، أربع واحد، ني، ثلاث، أربع من الوقوف نظرنا الثابات الوسط فالانتقاط خطوة للعمين ثم العودة للمنتصف ثم الانتقاط خطوة للأساء فالعودة للمنتصف التمرين باستمرار تمرين، ابتد واحد، اثنين، ثلاث، أربع 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 من الوقوف بتح القدمين انتساع الحوض وضع الضراع اليمنى الوسط والضراع اليسرى فوق الرأس الرافع الضغط أربع عدات جهة اليمين ثم التبديل والضغط أربع عدات جهة اليسار تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربع واحد اثنين ثلاثة أربع واحد اثنين ثلاثة أربع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أهلا وسهلا بكم طلاب طالبات الصف الثالث الابتدائي في مادة رياضيات موضوع درسنا لهذا اليوم الضرب في عشرة الجزء الثاني فهيا بنا تعلمنا سابقا طرق إيجاد ناتج الضرب في العدد عشرة الطريقة الأولى استعمال النماذج وهي النقود الطريقة الثانية استعمال الأنماط درسنا اليوم سوف نستكمل الضرب في عشرة فكرة الدرس أجد ناتج الضرب في العدد عشرة درسنا لهذا اليوم في صفحة مئة وأربعة وعشرون يلا نفتح الكتاب صفحة مئة وأربعة وعشرون يلا بسم الله نبدأ هنا بهذا النشاط الجميل والسهل جدا لاحظوا معي هنا في هذا هنا في هذه الشريحة لدينا هنا لوحة المئة ما هي لوحة المئة لاحظوا معي هنا جيدا ما هي لوحة المئة هي عبارة عن مربح كبير مقسم إلى صفوف وأعمدة خلاص وهنا ومرقم من واحد إلى مئة لذلك نسميه هنا لوحة المئة نسميه هنا لوحة المئة لأنه مرقم من واحد إلى مئة طبعا بإمكانكم تصميم نفس هذه اللوحة بكل سهولة نحضر معنا ورقة الآن أحضروا ورقة وقلم رصاص ومسترة يلا دائما في حصة الرياضيات دائما أدواتنا موجودة لدينا القلم الرصاص أساسي أيضا المستر أساسية وطبعا دفتر وكتاب رياضيات الآن لحظوا معي أستطيعا الآن أبدأ برسم مستطيئة مربح كبير ثم بعد ذلك أقسم إلى صفوف وأعمدة وأرقم من واحد إلى مئة بهذا الشكل لاحظوا معي نفس الشكل الموجود أمامكم الآن الآن ما هو المطلوب من الآن لاحظوا معي هنا على لوحة المئة هيا بنا للعد عشرات ونظلل كل مربع نعده طبعا هنا لاحظوا معي جيدا عندما ننتهي من الترقيم لاحظوا معي ننتقل إلى العمود الأخير والذي يبتدئ بالعدد عشرة ونبدأ هنا بالعدد عشرات يلا أعطيكم فرصة لإنجاز المهمة يلا يلا نرسم مربح كبير نقسم إلى صفوف وأعمدة يلا انتهيتم؟ هل انتهيتم الآن؟ يلا نبدأ بسم الله نبدأ الخطوة الأولى يلا سوف أبدأ بالمربع الأول فيه هنا ماذا؟ فيه عشرة طيب كيف توصلنا إلى العشرة هنا؟ كيف توصلنا إلى العشرة؟ لاحظوا معي جيدا عشرة ضرب واحد يساوي عشرة والتالي هنا بدأنا بالعشرة ننتقل إلى المربع الثاني عشرون كيف توصلنا إلى العشرون؟ هيا نفكر أحسنتم ممتازين عشرة ضرب اثنان يساوي عشرون يلا ننون الآن المربع الثاني يلا الآن ننتقل إلى المربع الثالث ثلاثون ثلاثون كيف حصلنا على الثلاثون؟ عشرة ضرب ثلاثة أحسنتم عشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون نلون يلا نلون الآن ونظلل طبعا المربع انتهيتهم ننتقل الآن إلى المربع الرابع أربعون يلا نلون الآن ونظلل هذا المربع كيف صحيح صلنا على الأربعون؟ عشرة ضرب أربعة يساوي أربعون ممتاز يلا ننتقل الآن إلى المربع الخامس فيه ماذا؟ فيه خمسون خمسون يلا كيف حصلنا على الخمسون؟ أحسنتم ممتازين ممتازين عشرة في خمسة يساوي خمسون يلا نكمل بقية العمود حتى ننتهي إلى المئة طبعا يمثل هذا العمود ماذا؟ جدول ضرب العشرة وهنا طبعا نمط في كل مرة يزيد عشرة نتذكر هذه المعلومة يلا ننتهي من تلوين العمود كاملا هل انتهيتم الآن؟ انتهيتم من شطار؟ يلا ننتقل الآن إلى السؤال أخير أتأكد أجد ناتج الضرب مستعملا الأنماط أو النماذج إذا لازم العمد هنا في التدريبات والتمرين لكم الخيار في استخدام الطريقة التي تناسبكم إما استخدام الأنماط فقط أو النماذج أو كلاهما معا لكم الخيار على عاصي الله سؤال ثلاثة عشرة ضرب سبعة عشرة ضرب سبعة هنا سوف أستخدم الأنماط وأيضا النماذج نماذج النقود طبعا كيف ساحل هذا السؤال؟ عشرة في سبعة كم أحتاج ورقة نقدية من فئة العشرة هنا؟ عشرة ضرب سبعة عشرة ضرب سبعة أحتاج إلى كم ورقة نقدية من فئة العشرة؟ أحسنتم ممتازين أحتاج إلى سبع ورقات لاحظوا معي هنا هنا واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خلاص لدي هنا سبع أوراق من فئة العشرة خلاص الآن نبدأ يشبل الأنماط لاحظوا معي جيدا هنا ورقة واحدة من فئة العشرة تسوي ماذا؟ عشرة ورقتان عشرون ثلاث ورقات ثلاثون أربع ورقات من فئة العشرة؟ أربعون أربعون ِ٠ ستون ستون ورقات من فئة العشرة؟ سبعون لاحظوا معي هذه الأنماط هنا لدينا ماذا؟ لاحظوا معي هنا هنا العدد نفسه هنا العدد في ناتج الظرب نفس العدد ورقم الأحاد صفر كما تعلمنا سابقا دائما أن ضرب أي عدد في العدد عشرة ناتج الضرب في الأحاد صفر ونفس العدد أيضا هنا أحظوا هنا العدد نفسه والأحاد صفر هنا العدد نفسه أيضا هنا العدد نفسه وفي الأحاد صفر وهنا العدد نفسه وفي الأحاد صفر وأيضا هنا العدد نفسه وهنا العدد نفسه وفي الأحاد صفر وأخيرا هنا العدد سبعة نفسه وفي الأحاد صفر إذن عشرة ضرب سبعة يساوي ماذا؟ يساوي سبعون سبعون يساوي سبعون الآن دعونا نتأكد باستخدام خط الأعداد لاحظوا معي هنا خط الأعداد أحتاج إلى كم قفزة متساوية؟ إلى سبع قفزات متساوية طول القفزة الواحدة عشرة لاحظوا معي هنا هذه واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة لاحظوا معي هنا جيدا توقفنا عند سبعون إذن فعلا إجابتي صحيحة عشرة ضرب سبعة يساوي سبعون فعلا يلا ندون إجابة يلا ننتقل إلى سؤال آخر اشترى خالد ملابس بتسعين ريالا فكم ورقة نقدية من فئة عشرة ريالات ثمن الملابس؟ لاحظوا معي هنا المعطيات تسعين ريالا اشترى خالد ملابس بقيمة تسعين ريالا المطلوب مني هنا ماذا؟ كم ورقة نقدية من فئة عشرة ريالات ثمن الملابس؟ إذن لاحظوا معي هنا هنا لدي هنا طبعا فئة العشرة ريالات ضرب فراغ يساوي تسعين ريالا أحدثنا إلى معرفة كم ورقة نقدية من فئة العشرة ريالات ثمن الملابس؟ ماذا سأفعل هنا؟ نبدأ بالتفكير جيدا يلا كيف سأتواصل إلى كم ورقة نقدية من فئة العشرة؟ تتذكر المعلومات السابقة التي تعلمناها سابقا في إيجاد ناتج الضر في عشرة ما رأيكم أن نستخدم خط الأعداد لكي نوجد هذا العدد؟ يلا لاحظوا معي خط الأعداد الآن خط الأعداد الآن طبعا سعر هنا اشتهى خالد الملابس بتسعين ريالا لاحظوا معي هنا التسعين ماذا أفعل هنا؟ أن أقوم بقفزات متساوية حتى أصل إلى التسعين مبتدئة من الصفر وطول كل قفزة عشرة خلاصي لاحظوا معي هذه القفزة الأولى هل وصلنا إلى التسعون أو التسعين؟ لم نصل، يلا إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة الآن وصلنا إلى التسعون كم احتج من القفزة هنا؟ نعدها مع بعض إذن تسع قفزات تسع قفزات إذن لاحظوا معي هنا عشرة ضرب تسعة يساوي تسعون وأيضا نتذكر معلومة أيضا سابقة ماذا ذكرنا؟ عند ضرب أي عدد بالعدد عشرة دائما ناتج الضرب رقم الأحد هنا صفر والعدد نفسه وبالتالي عندما نحذف هنا صفر سوف يصبح لدينا العدد تسعة إذن فعلا هنا لاحظوا معي هنا أوجدنا كم مرقة نقدية من فئة العشرة يلا ندوني الإجابة يلا ننتقل الآن إلى طبعا عدد الورقات النقدية يساوي تسع ورقات إذن عدد الورقات النقدية يساوي تسع ورقات ندون ننتقل إلى السؤال أيضا آخر أتدرب وأحل المسائل لاحظوا معي هنا السؤال أجد ناتج الضرب مستعمل للأنماط أو النماذج إذا لازم الأمر لدينا هنا سؤال سبعة عشرة ضرب عشرة عشرة ضرب عشرة في هذا السؤال سوف أستخدم أنا ماذا؟ الأنماط فقط يلا ماذا سأفعل هنا؟ كيف سأجد الناتج؟ سوف أستخدم الأنماط عشرة ضرب عشرة يلا نفكر يلا نبدأ الأنماط لاحظوا معي هنا عشرة في واحد يساوي ماذا؟ عشرة ممتاز عشرة في اثنان عشرون عشرة في ثلاثة ثلاثون عشرة في أربعة أربعون عشرة في خمسة خمسون عشرة في ستة ستون عشرة في سبعة سبعون عشرة في ثمانية ثمانون عشرة في تسعة تسعون وأخيراً عشرة في عشرة مئة لاحظوا معي هنا العدد الأساسي هنا العدد الأساسي هنا عشرة هنا العدد نفسه عشرة وفي الأحاد صفر إذن مئة إذن عشرة ضرب عشرة يساوي مئة إذن لاحظوا معي هنا الناتج هنا مئة باستخدام الأنماط دعونا الآن نتأكد باستخدام خط الأعداد لاحظوا معي جيداً هذا خط الأعداد سوف أقوم بكم؟ بعشر قفزات متساوية طول القفز الواحدة عشرة لاحظوا معي جيداً واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إذن هنا توقفنا عندي العدد ماذا؟ العدد مئة إذن فعلاً إجابة صحيحة ممتاز ندوري الإجابة إذا ننتقل الآن إلى سؤال آخر أجد ناتج الضرب مستعمل أنماط أو النماذج إذا لزم الأمر لاحظوا معي هنا سؤال ثمانية عشرة ضرب ستة يلا بنفس الطريقة السابقة يلا نبدأ الآن كيف سأجد الإجابة أو الناتج للحل طبعاً هو سوف أستخدم النماذج وهي النقود في هذا بالإضافة إلى الأنماط يلا هنا عشرة ضرب ستة كم أحتاج من ورقة نقدية من فئة العشرة كم أحتاج أحسنتم ممتازين ست أوراق نقدية أحسنتم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ممتاز إذن ست أوراق نقدية من فئة العشرة ممتاز الآن الأنماط يلا لاحظوا معي جيداً ورقة واحدة من فئة العشرة عشرة ممتاز ورقتان عشرون أحسنتم ممتازين ثلاث أوراق ثلاثون أربعة أوراق أربعون أحسنتم خمسة أوراق خمسون رائعين ستة أوراق ستون أحسنتم إذن لاحظوا معي هنا العدد نفسه رح يظل العدد نفسه هنا وفي الأحاد سفر إذن عشرة ضرف ستة يعطيني ماذا؟ ستون أحسنتم ممتازين الآن نتأكد من الإجابة من خلال خط الأعداد يلا خط الأعداد لاحظوا مع الآن أحتاج إلى ست قفزات متساوية طول القفزة الواحد عشرة يلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة لاحظوا معي جيدا هنا توقفنا عند الستون توقفنا عند ماذا؟ عند الستون هنا إذن فعلا إجابتي صحيحة عشرة ضرف ستة يعطيني ستون ممتاز ندون الإجابة ننتقل أيضا إلى سؤال آخر أجد ناتج الضرب مستعمل الأنماط أو النماذج إذا لزم الأمر سؤال تسعة عشرة ضرب ثلاثة يلا أعطكم مقتل لإيجاد ناتج الضرب هنا طبعا سوف أستخدم النماذج سوف أستخدم النماذج بالإضافة إلى الأنماط وأنتم لكم من خيار إذن كم أحتاج مرقة نقدية من فئة العشرة لحظوا معي هنا عشرة ضرب ثلاثة أحسنتم ممتازين أحسنتم إلى ثلاث أوراق نقدية ممتاز واحد اثنان ثلاثة ممتاز هنا استخدمنا النماذج الآن الأنماط إذن ورقة واحدة من فئة العشرة تساوي عشرة ورقتان من فئة العشرة تعطي لماذا؟ عشرون ثلاث أوراق من فئة العشرة تعطي لماذا؟ ثلاثون إذن لاحظوا معي جيدا هنا عشرة ضرب ثلاثة الناتج هو ماذا؟ هو ثلاثون الناتج هنا ثلاثون الآن نتأكد باستخدام ماذا؟ خط الأعداد يلا أحتاجون إلى ثلاث قفزات متساوية طول القفزة الواحدة عشرة واحد اثنان ثلاثة لاحظوا معي هنا توقفنا عند ماذا؟ عند الثلاثون إذن إجابة صحيحة عشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون يلا ندون إجابة يلا ننتقل إلى سؤال آخر لاحظوا معي هنا أستعمل الرسم البياني المجاور في حل المسائل من 12 إلى 14 خلاص لاحظوا معي هنا هذا الرسم البياني يوضح الرسم البياني عدد الأوراق النقدية من فئة عشرة ريالات والتي يمتلكها الطلاب لاحظوا معي هنا جيدا محمد يمتلك سبع أوراق نقدية من فئة العشرة علي يمتلك ثلاث أوراق نقدية من فئة العشرة سالم يمتلك ثمانية أوراق نقدية من فئة العشرة حسن يمتلك تسعة أوراق نقدية من فئة العشرة لاحظوا معي سؤال اثنى عشر كم ريالا مع الأولاد الأربعة أو الطلاب الأربعة يلا كيف سأجد كم ريالا مع الأولاد الأربعة ولدي هنا المعطيات في هذا الرسم البياني في البداية أحتاج إلى ماذا إلى معرفة كم ريال يمتلك كل طالب من هؤلاء الطلاب هنا نبتدأ بماذا بمحمد محمد يمتلك سبعة أوراق نقدية من فئة العشرة إذن لاحظوا معي جيدا هنا إذن محمد عشرة ضرب سبعة يسوي ماذا سبعون ريالا إذن نضرب العشرة في السبعة طبعا سوف ينزل نفس العدد وفي الأحاد صفر إذن سبعون ريالا إذن يمتلك محمد سبعون ريالا ننتقل إلى علي علي هنا لديه ثلاث أوراق نقدية من فئة العشرة إذن عشرة ضرب ثلاثة أحسنتم يسوي ماذا إذن علي عشرة ضرب ثلاثة يسوي ثلاثون ريالا ممتاز يلا ننتقل إلى سالم الآن سالم لدي هنا ثماني أوراق نقدية من فئة العشرة إذن سوف أضرب ماذا عشرة ضرب ثمانية أحسنتم يسوي ماذا يسوي ثمانون ممتازين إذن سالم عشرة ضرب ثمانية يسوي ثمانون ريالا تبقى لدينا الأخير حسن يمتلك تسعة أوراق نقدية من فئة العشرة إذن سوف أضرب عشرة فيه تسعة يسوي ماذا أحسنتم تسعون ممتازين إذن حسن عشرة ضرب تسعة يسوي تسعون ريالا هنا أوجدنا كم يمتلك كل طالب من هؤلاء الطلاب من ريالا الآن مطلوبني ماذا كم ريالا مع الأولاد الأربعة هنا سوف أقوم بعملية ماذا عملية الجمع إذن لاحظوا معي جيدا عدد الريالات مع الأولاد الأربعة لاحظوا معي هنا سبعون زائد ثلاثون زائد ثمانون زائد تسعون يسوي مئتان وسبعون ريالا إذن يمتلك الأولاد الأربعة مئتان وسبعون ريالا يضم يدون إجابة مئتان وسبعون ريالا إذن يمتلك الأولاد الأربعة سؤال الثالثالي سؤال الثلاثة عشر أقارن بين عدد النقود التي مع حسن وعدد النقود التي مع لي مستعملا إشارات أكبر أصغر ويساوي لاحظوا معي جيدا الرسم البياني لاحظوا معي جيدا خلاص أقارن بين عدد النقود التي مع حسن كم يمتلك حسن هنا لاحظوا معي جيدا في الرسم البياني كم يمتلك حسن تسعة أوراق نقدية من فئة العشرة أيضا هنا عدد النقود التي مع علي كم يمتلك علي هنا لاحظوا معي الرسم البياني علي هنا يمتلك ثلاثة أوراق من فئة العشرة إذن لاحظوا معي جيدا هنا أقارن بين عدد النقود التي مع حسن وعدد النقود التي مع علي يلا إذن هنا نبتدي بماذا بحسن خلاص لاحظوا معي هنا حسن طبعا وأيضا علي إذن لاحظوا حسن 9 وعلي ماذا وعلي طبعا ثلاثة 9 وعشر عطين 90 وثلاثة في عشر أيضا ثلاثون إذن عدد النقود التي مع حسن 90 ريالا أكبر من عدد النقود التي مع علي 30 ريالا 30 ريالا طبعا دائما 90 أكبر من الثلاثون إذن هنا نضع إشارة الأكبر الآن ننتقل إلى السؤال الثاني ما الفرق بين أقل عدد من النقود وأكبر عدد من النقود لاحظوا معي هذه الكلمة كلمة ما الفرق تدل على أي عملية لاحظوا تعلمنا سابقا الكلمات المفتاحية لعملية الجمع وعملية الطرح كلمة هنا ما الفرق خاصة بأي عملية أحسنتم أحسنتم ممتازين بعملية الطرح إذن هنا سوف أستخدم في هذا السؤال ماذا أستخدم عملية الطرح لإيجاد الإجابة إذن ما الفرق بين أقل عدد من النقود وأكبر عدد من النقود لاحظوا معي الرسم البياني لاحظوا معي طبعا هنا أكبر أقل عدد وأكبر عدد أكبر عدد عند ماذا عند من أحسنتم ممتازين عند حسن لديه تسعة يعني تسعون طيب أي أقل عدد عند ماذا عند من عند علي لديه ثلاثة يعني ثلاثون إذن لاحظوا معي هنا لاحظوا معي تسعون ناقص ثلاثون يساوي ستون ريالا هنا أوجدنا الفرق يلا ندون الإجابة ننتقل الآن إلى طبعا لدينا الواجب لهذا اليوم سؤال 16 صفحة 125 ماذا تعلمنا في هذا اليوم أيضا تعلمنا إيجاد ناتج الظرفي العدد عشرة باستخدام النماذج وأيضا باستعمال الأنماط طبعا لا ننسى زيارة بوابة التعليم الوطني يا عين فهي لكم خير ومعين أنت وقتنا لهذا اليوم أجدكم أو ألقاكم فيه يوم دراسي جديد وكونوا على تم الاستعداد ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر الثلاثة منهم المدود أحسنتم مد بالألف صديقتها الفتحة مد بالواو صديقتها الضمة ومد بالياو وصديقتها الكسرة وتكون أسفل الحرف أحسنتم أيضا أحسنتم أشكال التنوين إما تنوين بالفتح أو تنوين بالضم أو تنوين بالكسر وأيضا الشدة وقلنا أصلها حرفان إثنان حرف ساكن وحرف متحرك بحسب حركة الشدة أحسنتم أيضا السكون وتاء مفتوحة تفتح يديها الجميلة وتاء مربوطة تغلق يديها الجميلة وقلنا أن التاء المربوطة إما تكون متصلة أو تكون منفصلة أحسنتم يا رائعين أحسنتم الآن صغاري التقويم التجميعي رقم ثلاثة السؤال أولا أقرأ ثم أجيب المطلوب مني قراءة جزء من النص بعد ذلك أقوم بقراءة الأسئلة وأجيب حسب المطلوب الآن المعلمة تقرأ المطلوب منكم التركيز نفتح الكتاب يا صغاري رقم الصفحة موجود في الأعلى 117 أمسك قلمي أو بإصبعي أتابع قراءة المعلمة هيا صغاري في يوم البيئة العالمي طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على بيئة المدرسة أخذ التلاميذ يفكرون ويتشاورون فيما بينهم فقال فواز في المدرسة ساحة واسعة لما لا نزرعها لتصبح حديقة الآن قرأنا الجمل ننتقل يا صغاري إلى الأسئلة حتى نجيب سؤال ألف يقول أبدأ رأيي في اقتراح فواز فواز اقترح أن يقومون بزراعة ساحة المدرسة الآن صغاري سأعطيكم دقيقة للتفكير ما رأيك باقتراح فواز هيا صغاري الآن مطلوب منك التفكير شكرا شكرا صغاري أبدي رأيي في اقتراح فواز هيا أحسنتم يا رائعين اقتراح جيد لأنه مفيد أحسنتم اقتراح فواز كان جيد لأنه يريد أن تصبح ساحة المدرسة جميلة وتصبح حديقة غنى الآن صغاري رائعين امسك قلمي بطريقة صحيحة انتقل إلى الكتاب المدرسي اكتب الإجابة على السطر صغاري لا ننسى أن الجملة تصبح مضبوطة بالشكل أي اكتب الجملة بالحركات ولا ننسى في نهاية الجملة أضع علامة الترقيم المناسبة دقيقة واحدة للكتابة يا صغاري اكتب بخط جميل هيا نبدأ الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا صغاري انتهى الوقت هيا نكمل هنا سؤال فقرابا اختاروا الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي رقم واحد ضد واسعة المقصود بضد الكلمة أي عكس الكلمة ضد واسعة هل هي طويلة أم ضيقة أم عالية واسعة ساحة واسعة ضدها أحسنتم يا رائعين ضيقة ضد واسعة ضيقة رقم اثنان فعل اقتراحات 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 الفعل منها مقترح اقتراح اقتراح هيا نفكر يا صغاري تستطيعون الإجابة هيا يا رائعين أحسنتم يا رائعين اقتراح جمع الساحة الساحة مفرد يريد الجمع منها وقلنا المقصود بالجمع يكون ثلاثة فأكثر هيا صغاري الساحة جمعها السيا السواح الساحات الساحتان السياح السياح صغاري السياح ام الساحات ام الساحتان احسنتم الساحات احسنتم يا رائعين الآن صغاري ننتقل إلى الكتاب المدرسي اضع دائرة على الإجابة الصحيحة دقيقة واحدة هيا يا رائعين احسنتم Doom احسنتم دائرة احسنتم courage اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقلنا يا صغاري أن حروف المد مجرد من الحركات أي خالية من الحركات مد الألف الحرف الذي يسبق حرف مد الألف تكون حركته ماذا؟ فتحة أم ضمة أم كسرة؟ أحسنتم الفتحة إذن كلمات بها مد بالألف بعد ذلك يريد كلمات بها مد بالياء ومد الياء يسبقه ماذا؟ الكسرة أحسنتم أيضا يريد كلمات بها مد بالواو والحرف الذي يسبق حرف المد الواو تكون حركته ماذا؟ الضمة أحسنتم بعد ذلك يريد كلمات بها تاء مربوطة إما تكون متصلة أو تكون منفصلة وأخيرا يريد كلمات بها تنوين فتح تنوين الفتح أين يكون يا صغاري؟ أعلى الحرف أم أسفل الحرف؟ أحسنتم يكون أعلى الحرف الآن صغاري سأقرأ الجمل بعد ذلك نقوم باستخراج ما هو مطلوب مني في يوم البيئة العالمي طلب المعلم من تلاميذه المشاركة باقتراحات يحافظون بها على بيئة المدرسة أخذ التلاميذ يفكرون ويتشاورون فيما بينهم فقال فواز في المدرسة ساحة واسعة لما لا نزرعها لتصبح حديقة؟ الآن صغاري أريد منكم استخراج كلمات بها مد بالألف هيا يا صغاري نبحث أمسك قلمي وأبحث عن كلمات بها مد بالألف هيا يا رائعين أحسنتم العالمي هنا يا معلمتي يوجد مد بالألف أحسنتم أيضا تلاميذه هنا يا معلمتي يوجد مد بالألف أحسنتم أيضا المشاركة أحسنتم هنا أيضا يوجد مد بالألف أيضا باقتراحات هنا يوجد مد بالألف وأيضا هنا يوجد مد بالألف أيضا يا صغاري يحافظون أحسنتم يا رائعين بها أحسنتم أحسنتم أيضا يتشاورون أحسنتم فيما فقال أحسنتم أيضا ساحة واسعة نزرعها أحسنتم يوجد العديد من الكلمات إذن كلمات كلمات بها مد بالألف العالمي أيضا المشاركة أحسنتم يا رائعين الآن ننتقل إلى المربع الذي يليه كلمات بها مد بالياء يريد مني كلمات بها مد بالياء هيا يا صغاري نبحث أمسك قلمي وأبحث هيا أحسنتم في هنا يوجد مد بالياء أيضا البيئة أحسنتم هنا مد بالياء أيضا تلاميذه أحسنتم هنا يوجد أيضا يا معلمتي مد بالياء أيضا بيئتي هنا أحسنتم وهنا التلاميذ أحسنتم فيما أحسنتم يا رائعين أحسنتم حديقة هنا يوجد مد بالياء يوجد العديد من الكلمات إذن كلمات بها مد بالياء تلاميذه أيضا فيما ننتقل كلمات بها مد بالوا وقلنا مد الوا صديقتها الضمة هيا صغاري رائعين نبحث أمسك قلمي وأبحث هيا يا رائعين أحسنتم يحافظون أحسنتم أيضا يفكرون أحسنتم هنا معلمتي يوجد مد بالوا أيضا يتشاورون أحسنتم أحسنتم يا رائعين إذن كلمات بها مد بالوا يفكرون يتشاورون الآن يا صغاري أريد كلمات بها تاء مربوطة كلمات بها تاء مربوطة هيا يا صغاري نعود إلى النص نبحث تاء مربوطة أما تكون متصلة أو تكون منفصلة أحسنتم البيئة هنا يا معلمتي تاء مربوطة أيضا المشاركة المشاركة ممتازين أيضا المدرسة ساحة واسعة حديقة أحسنتم أحسنتم يا رائعين جميعها تنتهي بتاء مربوطة أحسنتم أحسنتم إذن ساحة واسعة الآن يا صغاري نريد كلمات بها تنوين الفتح تنوين الفتح أين يأتيني أسفل الحرف أم أعلى الحرف أحسنتم أعلى الحرف نبحث نبحث أحسنتم يا رائعين هنا حديقة إذن كلمات بها تنوين فتح حديقة الآن صغاري الرائعين والمبدعين أمسك قلمي بطريقة صحيحة أنتقل إلى الكتاب المدرسي رقم الصفحة موجود هنا في الأعلى يا صغاري أمسك قلمي بطريقة صحيحة أكتب الكلمات في مكانها المناسب تكون على السطر أيضا يا صغاري مضبوطة بالشكل اتفقنا هيا أعلم أنكم تكتبون بخط جميل كجمالكم يبدأ الوقت ثلاث دقائق يا صغاري بعد ذلك ننتقد إلى السؤال الذي يليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 بعد ذلك أجبنا على الأسئلة وقمنا باستخراج كلمات تحتوي على مد بالألف أيضا مد بالوا وأيضا مد باليا وكلمات تحتوي على تائم مربوطة وتنوين بالفتح إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله ليلقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطعيم اشتركوا في القناة 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 فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ طيب ممتازين يا أبطال خلونا بنقرأ مع بعض مرة ثانية الآن الآية مرة واحدة نقرأ الآية مرة واحدة حتى نكمل المقطع بإذن الله جاهزين يلا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَا إِنْ مَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينَ أَلَى قَدَرٍ مَعْلُومِ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْفُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ممتازين الله يعطيكم العفوة طيب خلونا الآن نستمع للآيات كاملة من الآية رقم واحد إلى الآية رقم ثمانية وعشرين بحيث نكون ربطنا جميع الآيات اللي أخذناها سابقة مع بعض جاهزين الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ممتازين الله أعدك معاه إذا كذا نكون وصلنا لنهاية حصة اليوم أخذنا سورة المرسلات من الآية رقم 20 إلى الآية رقم 28 وأيضا نستمعنا من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 28 نحتاج منكم يا أبطال نراجع الآيات التي أخذناها مهم جدا نستمع أكثر ونقرأ أكثر حتى نتمكن من حفظها أيضا مهم جدا أن نراجع سورة النبأ السورة التي أخذناها سابقة نراجع أن ما زلنا نحفظها بشكل جيد أنا أشكر لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم وبإذن الله أراكم على خير في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة 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 ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعيمي وزميلة نسرين سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي نتعلم القراءة بشكل صحيح نتعلم الكتابة بخط جميل وأيضا التحدث بطلاقة هل أنتم مستعدون يا صغاري؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة لغتي موضوع الدرس التقويم التجميعي رقم ثلاثة دائما أبدا يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة يا ترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم يا رائعين غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي وهنا يا صغاري الفهرس والمقصود بالفهرس هو دليل الكتاب يا ترى ما فائدته؟ أحسنتم أعرف عدد الوحدات الدراسية أيضا أعرف ألوانها الزاهية أحسنتم يا رائعين أيضا أعرف أرقام الوحدات أحسنتم يا رائعين الآن يا صغاري عندما أقول لكم أريد منكم الانتقال إلى الوحدة الثالثة نبحث أين الوحدة الثالثة؟ أحسنتم هنا الوحدة الثالثة ننتقل إلى التقويم التجميعي رقم ثلاثة هنا التقويم التجميعي رقم ثلاثة مباشرة يا صغاري أجد رقم الصفحة مباشرة أجد رقم الصفحة إذن يساعدني في الانتقال السريع بين صفحات الكتاب صغاري هل الفهرس فقط موجود في مادة لغتي؟ أحسنتم بالطبع لا يوجد في جميع الكتب سواء دراسية أو تاريخية أيضا في القصص والكتب الإثرائية هنا يا صغاري غلاف الوحدة يا ترى نحن في أي وحدة؟ أي وحدة؟ أحسنتم نحن في الوحدة الثالثة يا ترى ما هو مجال الوحدة؟ قيمي أحسنتم لأن وحدتنا تتحدث عن القيم أحسنتم عنوان الوحدة؟ مجالها قيمي إذن يكون عنوانها ماذا؟ أخلاق المسلم أحسنتم يا رائعين إذن الوحدة الثالثة مجال الوحدة قيمي عنوان الوحدة أخلاق المسلم سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن تعرفنا يا صغاري في درسنا السابق على التقويم التجميعي قرأنا نص التعاون بعد ذلك قمنا بالإجابة على الأسئلة وأيضا قمنا باستخراج الظواهر الصوتية اليوم بإذن الله يا صغاري سنتعلم الإجابة على الأسئلة حسب المطلوب أيضا تصنيف الظواهر الصوتية ماذا سنفعل يا معلمتي أولا يا صغاري أطلب منكم جلسة صحيحة أحضر كتابي وقلمي بعد ذلك نكتشف تلالات الكلمات الجديدة أيضا نصنف الظواهر الصوتية صغاري ما المقصود بالظواهر الصوتية أحسنتم اللون شمسية تكتب ولا تنطق أيضا اللون قمرية تكتب وتنطق أيضا أحسنتم الأصدقاء الثلاثة مد بالألف مد بالواو ومد باليا مد الألف صديقتها الفتحة أحسنتم مد بالواو صديقتها الضمة ومد باليا صديقتها الكسرة وتكون أسفل الحرف أيضا التنوين بأشكاله الثلاثة أما تنوين فتح أو تنوين ضم أو تنوين كسر أحسنتم أيضا تاء مفتوحة تفتح يديها الجميلة وتاء مربوطة تغلق يديها الجميلة وقلنا أن التاء المربوطة تأتيني إما متصلة أو تكون منفصلة أحسنتم يا رائعين وأيضا الشدة أحسنتم وقلنا أن الشدة أصلها حرفان اثنان حرف ساكن وحرف متحرك حسب حركة الشدة التقوا سويا فأصبحت حركتهم الشدة أيضا السكون الآن يا صغاري ثانيا أقرأ ثم أجيب المطلوب الآن صغاري أنتقل إلى الكتاب المدرسي رقم الصفحة موجود هنا في الأعلى 118 هيا صغاري أمسك قلمي أتابع مع المعلمة إما بالقلم أو بإصبعي اتفقنا نبدأ يا صغاري مستعدون هيا بنا توقف فواز عند قصة عنوانها الإيثار فسأل والده ما معنى الإيثار يا أبي رد الوالد اشتر القصة وقرأها لتعرف معنى الإيثار اشترى فوازن القصة وعاد إلى البيت مشتاقا لقراءتها وفي القصة قرأ كيف آثرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المرأة الفقيرة وابنتيها على نفسها وكيف آثرت الأم ابنتيها على نفسها الآن قمنا بقراءة الجملة كاملة ننتقل يا صغاري فقرأة أم المطلوب في القصة توقف فواز عند قصة ما عنوانها يا ترى؟ نفكر يا صغاري نفكر استطيعون الإجابة متأكدة هيا يا رائعين أحسنتم أحسنتم الإيثار فقرب أذكر موقفا آثرت فيه أحد أصدقائي على نفسه دقيقة واحدة نفكر يا صغاري أريد أن تذكر لي موقف آثرت فيه أحد أصدقائي هيا يا صغاري دقيقة واحدة للتفكير شكرا شكرا إذن صغاري الموقف في مسجد المدرسة قدمت صديقي ليصلي بنا صلاة الظهر الآن صغاري ننتقل إلى الكتاب المدرسي أفتح أصبعي السباب والإبهام بشكل رقم سبعة أضع القلم بين السباب والإبهام أمسكه بطريقة صحيحة أكتب الجملة على السطر لا أنسى يا صغاري الجملة تصبح مضبوطة بالشكل أيضا لا ننسى علامة الترقيم في نهاية الكلمة دقيقتان يا صغاري للكتابة أكتب بخط جميل ومرتب هيا بنا يبدأ الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا صغاري الرائعين انتهى الوقت هيا نكمل فقر جيم اختاروا الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي رقم واحد هنا كلمة القصة كلمة القصة هل هي نكرة معرفة بال اسم موصول هيا صغاري نفكر كلمة القصة هيا صغاري نفكر أحسنتم يا رائعين معرفة بأل رقم اثنان كلمة هذا هذا هل هي اسم موصول حرف جر اسم إشارة هذا للمذكر هل هي اسم موصول أم حرف جر أم اسم إشارة هيا صغاري تذكر دروسنا السابقة هذا هذا محمد أحسنتم يا رائعين اسم إشارة كلمة جرحا جرحا هل هي مفرد أم مثنى أم جمع جرحا هيا يا رائعين نفكر تستطيعون الإجابة أنا متأكدة أحسنتم جمع إذن كلمة القصة معرفة بأل كلمة هذا اسم إشارة كلمة جرحا جمع الآن صغاري ننتقل إلى الكتاب المدرسي أمسك قلمي أضع دائرة الإجابة الصحيحة لا ننسى يا صغاري رقم الصفحة موجود في الأعلى هيا يا صغاري اشتركوا في القناة 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 الآتية وأبين نوعها في كل كلمة اتفقنا كلمة ساحة مدرسة حديقة مسلم معركة قصة الآن القمر القمر يا ترى مدرسة المدرسة أم المدرسة أحسنتم أحسنتم تصبح مسلم قمرية قمرية أحسنتم أحسنتم مدرسة عالمي بطريقة صحيحة رقم الصفحة يا صغاري موجود هنا في الأعلى أكتب الكلمة في مكانها المناسب أكتبها بخط جميل أيضا نكتب الكلمات مضبوطة بالشكل اتفقنا ثلاث دقائق يا صغاري لإنهاء الكتابة هيا بنا يبدأ الوقت اشتركوا في القناة 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 استخرجنا منه ما هو مطلوب أيضا قمنا بالإجابة على الأسئلة إذن صغاري أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطعمي اشتركوا في القناة 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 كالعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جاهزين؟ يقول الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحقه؟ وما أدراك ما الحقه؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ممتازين يا أبطال الله أعطيكم العائل إذن كذا في آخر حصة لهذا الأسبوع راجعنا مع بعض صورة الحق من الآية رقم واحد إلى الآية رقم اثنين وخمسين مهم جدا نراجع الصورة في الإجازة أيضا يا أبطال أيضا الصورة السابقة ممكن ترجعو لها على موقع قناة عين أو على الدروس المحفوظة على قناة عين في اليوتيوب الله أعطيكم العافية أنا أشكر لكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم وإذن الله أراكم على خير في أمان الله اشتركوا في القناة 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 إلا أن الإقلاع عن تعاطيه الآن يكتسي أهمية خاصة من أجل تخفيف وطأة الضرر الناجم عن مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 اتخذ قرارك وحجز موعدك بالاتصال على 937 أو عبر تطبيق موعد 10 حقائق عن لقاحات فيروس كورونا كوفيد-19 أولاً، اللقاح هو الحل الأمثل بإذن الله للقضاء على فيروس كورونا كوفيد-19 ثانياً، تعمل اللقاحات على تحفيز مناعة الجسم ليكافح الأمراض على نحو أسرع وأكثر فاعلية ثالثاً، الدعم غير المسبوق لأبحاث التطوير في مختلف الدول ومبادرة آلاف الأفراد من المتطوعين في تجارب اللقاحات ساهمت في إنجاز مراحل الاختبار والوصول إلى نتائج سريعة وفعالة رابعاً، جميع اللقاحات التي تحت الدراسة أو التي تم الفسح لها حتى الآن لا تحوي فيروس نشط وبالتالي لا يمكن أن تسبب المرض خامساً، من بين عشرات اللقاحات المرشحة وصلت حتى الآن سبعة لقاحات فقط لمراحل التجارب السريرية سادساً، في فترة التجارب لم تظهر أي أعراض خطيرة لهذه اللقاحات سابعاً، تخضع جميع اللقاحات إلى اختبارات مشددة قبل الموافقة على استخدامها ولا يتم تسجيل أو توزيع أي لقاح في المملكة إلا وفق أعلى معايير الجودة والأمان ثامناً، أخذ اللقاح حماية لك ولمجتمعك تاسعاً، الآثار الجانبية بعد اللقاح طفيفة تزول بسرعة مثل ارتفاع درجة الحرارة ولا تختلف عن بقية اللقاحات عاشراً، جميع اللقاحات القديمة والجديدة بما فيها لقاح كورونا لا تؤثر على الـ DNA وليس لها علاقة بالجينات ولا بالصفات الوراثية أخيراً، اعتمد على المصادر الموثوقة وتابع حساب وزارة الصحة وحساب عشب صحة في منصات التواصل لتصلك المعلومة الصحيحة ترجمة نانسي قنقر ولأي استفسار؟ كلم الصحة تسعة ثلاثة سبعة عشب صحة فيروس كورونا الجديد المسمى COVID-19 وهذه الكلمة اختصار لثلاث كلمات كورونا، فيروس، ديزيز، 2019 كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا وظهرت أغلب الحالات في مدينة وهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حد ثم انتشر الفيروس في الدول الأخرى عبر المسافرين ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون وقاية وطرق الوقاية يمكن اختصارها في عدد من الخطوات غسل يدين بالماء والصابون بانتظام تغطية الفم والأنف عند الكحة والطاس تجنب الاتصال المباشر بشخص تظهر عليها أعراض المرض وأعراض الإصابة فيروس كورونا الجديد ارتفاع في درجة الحرارة، كحة، ضيق في التنفس وعند ظهور هذه الأعراض اطلب الرعاية الصحية فوراً بالاتصال على وزارة الصحة 937 ليتم توجيهك لأقرب مستشفى للتشخيص الطبي ولأي استفسار كلم الصحة 937 نصائح لضمان نجاح مسيرة الطالب في عمليته التعليمية عن بعد عزيزي ولي الأمر حرصاً مننا على تطبيق التعليم الإلكتروني بكافة مقوماته إليك بعض النصائح التي تساعد على نجاح أبنائك في التعليم عن بعد بمنصة مدرستي والتي منها الإشراف والمتابعة الدائمة لتقدم مستوى الطالب التعليمي التحفيز المستمر لضمان شحذ همته ودمجه في العملية التعليمية بنجاح وكفاءة تهيئة المكان المناسب لتعلم الطالب في المنزل والاتصال الجيد بشبكة الإنترنت تأكد أن التكامل بين ولي الأمر والمدرسة هو أساس النجاح فحرص دوماً على حضور اجتماعات أولياء الأمور الافتراضية لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالطالب ولا تنسى تقديم ابنك لعذر الغياب في حال تغيبه وأخيراً لا تتردد في التواصل مع معلم المادة أو المدرسة في حال وجود أي استفسار كما ويمكنكم التواصل مع قنوات الدعم الفني حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكثر من ستمائة ألف شخص من غير المدخنين يموتون سنوياً بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر وهو ما يسمى بالتدخين القصري انتبه قد تكون جلستك مع المدخنين سبب في وفاتك اللجنة الوطنية لمكافحة التابغ صفحات الإنترنت الاحتيالية تخيل أن هذا منزلك ثم تسافر إلى مدينة أخرى وترى منزلاً يشبهه تماماً هل يعني أنه نفس المنزل؟ بالتأكيد لا لأنه حتى ولو كان يشبهه تماماً فهو لا يزال مختلفاً كونه يقع في عنوان آخر ينطبق الأمر نفسه على المواقع الإلكترونية على الإنترنت يقوم المحتالون على الإنترنت بإنشاء نسخ مطابقة تماماً للمواقع الإلكترونية الموثوقة باستخدام عنوان إلكتروني مختلف وذلك لسرقة المعلومات الحساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو لإصابة حاسوبك ببرمجيات ضارة ويطلق على هذا النوع من الهجمات بهجمات التصيد يستخدم المحتالون التصيد لإقناعك بالقيام بأمر ما من خلال التظاهر بتعاملهم معك من مواقع إلكترونية معروفة وموثوقة كيف يتم الأمر؟ عندما ترغب في الانتقار إلى موقع إلكتروني معين فكل ما عليك فعله هو كتابة العنوان الصحيح المعروف بمحدد الموارد الموحد أو الـ URL في المتصفح وهنا يخدع المحتالون الأشخاص من خلال إنشاء نسخة مطابقة تماماً في هيئتها للموقع الإلكتروني الذي تستخدمه عادةً ولكن باستخدام عنوان مزيف مشابه للعنوان الأصلية مثال، لنذهب إلى منصة مدرستي هذا هو الموقع الإلكتروني الصحيح ويمكن الوصول إليه بكتابة العنوان schools.madracity.sa فمن الممكن أن يقوم المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني مزيف لمدرستي وذلك باستخدام عنوان مشابه نلاحظ هنا التهجئة المختلفة للعنوان والتي تشير إلى استخدام المحتال لموقع مختلف عن الموقع الأصلي إدخالك لبريدك الإلكتروني وكلمة المرور في هذا الموقع سيمكن المحتالين من الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي والوصول إلى معلوماتك كما يتيح لهم ذلك تغيير كلمة المرور لحسابك وقد يصل ذلك إلى التلاعب بأدائك الأكاديمية لحماية نفسك واحد، اكتب دائماً العنوان كاملاً في متصفح الإنترنت وتأكد من صحة تهجئته اثنان، إذا تلقيت رابطاً لمنصة مدرستي من خلال بريدك الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي فلابد من التحقق من صحة الرابط قبل زيارته أو إدخال أي معلومات خاصة بك في الموقع أما إذا وجدت موقعاً إلكترونياً احتيالياً يستهدف مستخدم إحدى منصات وزارة التعليم فعليك بإبلاغ الدعم الفني في الوزارة عن هذا الموقع على الفور وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من التعرض لعمليات التصيد والاحتيال لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الدعم الفني الخاص بمنصة مدرستي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة